ميد الأخ أبو أحمد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للاستغفار هل يكون ممكن أستغفر مئة مرة نعم نعم يا أخ الفاضل تستغفر في المجالس مئة مرة تستغفر في أذكار الصباح مئة مرة في أذكار المساء تقول أستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما هذا مشروع يا أخ الفاضل أما قول جل جلاله هكذا تقول جل جلاله هذا ما ثبت فيها شيء ما ينبغي لك أن تقول جل جلاله هكذا ولا تكررها أما يعني إفراد الله جل وعلا فقط بالذكر الله 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 هذه بدعة هذا ما يصلح إنما تقول أستغفر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر هذا الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد مئة مرة كان يستغفر في أذكار الصباح مئة مرة كان عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكان يقول هذه الكلمات يأمر بها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو الكلام العظيم الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم